اشتركوا في القناة اشتركوا فيديوات وكذا التغريدة اللي انا نزلتها شخصيا في حسابي في تويتر وتشوفوها الحين هذه التغريدة كانت قبل المباراة او في يوم المباراة مباراة النهاية لخليجي 25 في البصرة في جمهورية العراق وقبل لا نبدأ مبروك للمنتخب العراقي تحقيقه الاقضى الرابع وغرد لك لمنتخبنا ومعوضين ان شاء الله ولازم نفهم في المنافسات الرياضية الفوز والخسارة امر وارد ما فيه اي جدال في هذا الموضوع بدينا بسم الله طبعا التغريدة كانت تتكلم عن حادثة ملعب ازادي ملعب ازادي هذا في ايران واحد من اكبر الملعب بالعالم الحادثة حصلت في 1993 انا اذكرها شخصيا مبارا كانت حتى وقت العصر وكانت بين منتخبنا ومنتخب ايران تصفيات كاس العالم منذيال 1994 اللي هو منذيال امريكا اللي فازت فيه البرازيل بعدين وكان مدرب منتخبنا الايراني حشمة مهاجراني هو نفس المدرب اللي يدرب ايران في كاس العالم الثمانية وسبعين في الارجنتين فحدثت احداث غريبة صراحة يعني يتخلي العاقل يحتار طبعا اللي صار بالضبط انه المدرب مكان كان يقدر يتخلي الايران فهو كان في مسقط واحنة وانتخبنا في طهران يلعب في ذاق الملعب مقدام مئة الف متفرج وكان يدير المباراة بالتلفون خيلي يعني مدرب متعاقد معه يدير مباراة بالتلفون كان اذكر مدير المنتخبات ذاق الايام او مدير المنتخب ذاق الايام الله يذكره بالخير كابت الخميس عبيت اخونا الكبير وكانت احداث غريبة يعني باختصار لها لكم باختصار انه احنا تعادلنا في هذه المباراة صفر صفر ولما لعبوا معنا في عمال في مسقط خسرنا واحد صفر بس ما اعرف ايش اللي استحضرته او ايش الرابط اللي ربط بي بين المباراة والرابط العجب غريبة يعني صراحة انه كان في حضور جماهيري او كان ما في اي بوادر انه تشيلك انه الموضوع بيكون تحت السيطرة والاخوان اللي فاهمين في انشاءات او المنشآت الرياضية ادارتها وما الى ذلك يفهموا انه الملعب اللي ساعة ستين الف انت لازم تحط احتياطك انه تعرف في السيطرة على على اقل سبعين الف في مكان واحد مداخل ومخرج وما الى ذلك الى سيارات الاسعاف و الى و الى و الى و الى و الى فا احنا نتكلم كان عن ثلاث و تسعين يعني الكلام هذا قبل ثلاثين سنة تقريبا تسع و عشرين سنة ثلاثين سنة فالامر كان ذيك الايام يعني مو بذيك التطور اللي احنا نشوفه الحين خصوصا بعد ما وصلنا الى الكاس العالم كاس العالم في قطر ورط ميت بالفعل كاس العالم في قطر ورط ميت ورط كل واحد ما علينا من الناس اللي تقول والله العراق صار لهم اربعين سنة ما استضافوا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا بالفعل صار الموضوع انه اللي صار في العراق كان سبب و ما اقول كان سبب راح يكون سبب جذري في استمرار حظر لعب المباريات الدولية في العراق و يمكن اخوان العراقين بيزعلوا من هالكلام بس خلينا نتكلم بعيد عن العاطفة وبعيد عن العاطفة الناس شافت كاس العالم في قطر بتقول لي والله قطر كانت جاهزة و تفعد لبنية تحتية انا اتفق معاك في هذا الكلام مئتين مئتين انا اتفق معاك في هذا الكلام مو 100% بس في نفس الوقت ترى انت تتكلم عن يعني دولة كذل العراق الله يحفظهم تحت المجهر فانت مطالب انك تضاعف المجهودات فالذي في الاحوال العادية ما يبالك بعدما الناس طلعت من كاس العالم و شافت كل شيء في كاس العالم هي الافضل في تاريخ كاس العالم في تاريخ بطولات كاس العالم و تروح و تشوف عدة احداث غريبة هذه الاحداث الغريبة راح استعرضها في التغريدة او في الاسناب القادمة اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم افتتاح ممثل صاحب اسمه الشيخ نقواف احمد الجابر الصباح امير الولد الكويت الشقيقة اللي هو الشيخ فهد الناصر الصباح وهو اللي يكون حفيد امير الانسانية يوصل للملعب حسب البروتوكول وفجأة ما يقدر يدخل والبعض شاف حتى الفيديوهات التدافع اللي صار حتى في المنصة هذا ما تقول لي جمهور انت تتكلم اللي في المنصة عادة او في كل الاحيان يكونوا ناس قياديين مسؤولين فهذا الوضع عطانا نظرة بسيطة عن الفوضى اللي راح تحصل ان لم يتم تداركه عفوا للكلام صح ان يزعل بس هذه هي الحقيقة تمر الايام نوصل للجولة الثانية من البطولة المباراة تقام في يوم ماطر و يعني الواحد المفروض يفكر الف مرة انا لو كنت في مكان المنتخب العماني لو كنت في مكان الاتحاد العماني والله يخليني في مكانهم الحين كنت ذاكي اليوم ما اللعب مباراة ضد اليمن ولو كنت مكان الاتحاد السعودي لكرة القدم انا اسوال ما انلعب المباراة ولو كنت مكان الكابتن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراق لكرة القدم ولو كنت مكان شيخ حامد من خليفه عثاني رئيس اتحاد كاس الخليج العربي كنت بوقف مباراة في ذاك اليوم لان سلامة اللاعبين كانت أهم من لما أقول سلامة اللاعبين أنا أتكلم يا جماعة عن أحداث وملعب يعني كان يتسبب يعني كاد أن يتسبب في إصابات لا قدر الله قاتلة لبعض اللاعبين يعني لا لعب لا مستوى وإنت تقدر تأجل المباراة أنت ألغيت مباراة الثالث والرابع ترى فكنت تقدر تأجل المباراة اليوم اللي بعده أو اليوم اللي بعده أو بعد يومين يعني كان فيه فرصة أنك تلعب وتأجل المباريات أو أنك تسيح الجدول هذه ما يحتاج لها ذكاء بس لأنه الإصرار على إثبات الذات في وقت أن التيار كله ضدي الظروف كلها ضدي هذه تحتاج شوي من الحكمة والدبلوماسية وعلى طار الحكمة والدبلوماسية نوصل لما قبل المباراة النهاية طبعا سعدت شيخ حمد من خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين القطري واتحاد كاس الخليج العربي افتقت ذاك اليوم يعني للدبلوماسية والذكاء الدبلوماسي والذكاء القيادي اللي يشتغل في مجال الإعلامي ومجال الصحافة وكذا وإخوان العاميين والصحفيين يعرفوا هذا الشيء أحنا كممتحنين لهذه المهنة لما نجري حوار أو لقاء صحفي أو إعلامي مع شخصية قيادية في إشارات إذا عطانا إياها هذا السؤال إحنا ما نطرحه ولما نقولك ما نطرحه يعني ما نطرح هذا السؤال مو خوفا من من صاحب المنصب خوفا على التابعات اللي راح تصير هذه المؤشرات منها لو قال لما أسئل هذا السؤال لو قال أمتنعنا اللي جابه إحنا نفهم أنه لا تزيد علي خصوصا إذا كانت الإعلام غير موجه أنا أكلمك على الإعلام الاستقصائي الصحافة الاستقصائية هذا الشغل مش إعلام هشك بشك هتكلم على الصحافة الاستقصائية فلما نوصل لهذه المرحلة لا نفهم أنه لا أننا أحنا ما راح بس نضره هو أحنا ممكن راح نتضرر المؤسسة اللي أحنا نمثلها راح تضرر وهذا اللي صار والشي بالشي يذكر وعلى فكرة يعني هذه ما هو بس اللي يغلط فيها هو بالفعل تعرض أو افتقد هذه اللحظة للذكاء والدبلوماسية والذكاء القيادي دعلينا نسميها الذكاء القيادي بس ما هو أول واحد ترى الكثير من الناس عانوا منها ترى وممكن أشارها خلال السنتين الماضيات اللي هو جورج قرداحي جورج قرداحي مع أنه هو صار لعقود في هذا المجال بس ما قدر أنه يستخدم هذا الذكاء وهذه الدبلوماسية في ذاك الوقت لما سئل ذاك للسؤال ما نريد نفتح الجراحات افتقد وكانت النتيجة كارثية مو بس عليه هو حتى على من استضاف ورجوعا إلى المباراة النهائية دعلينا نوصل للمباراة النهائية تصريحات من هنا خمسة أهلاف يجلسوا في المضمار طبيعي ترى ترى احنا ما أول مرة يصير لنا في عمان هذا الشي وأذكر في خليجي عشرة في الكوين 1990 وصارت حركة يعني كادت تؤدي لانسحاب المنتخب العماني وبإمكانكم تسألوه الشيخ سعود بن حمد الرواحي رئيس الاتحاد العماني لقورة القدم في ذلك الوقت هذه الحركة كادت أن تسبب بأزمة دبلوماسية هذه الحركة هي الاعتداء على الكابتن طالب حلال اللي هو الحين مدرب منتخب الشواطئ وممكن تسألو وتتأكدو من هذا الخاصة عموماً لأنه الشيخ سعود بن حمد الرواحي شخصية قوية سحب الفريق وصل الموضوع إلى مستويات الرأس السلطة وأنا مسؤول عن كلامي في الكويت على أساس أنهم يلموا الموضوع وتم الاعتذار وتصلوا في أعمان بعد على أساس أن نحن نكون دقيقين وبإمكانكم تسألو اللي موجودين في ذاك اليوم أو في ذيك الدورة وراح يقولوا لكم والمي يتكذب الغطاص هذا هو التصرف اللي كان مطلوب شدة بس ما أول مرة ترى السناب الجاي بقولكم واجد أحداث خليجة 17 في قطر 2004 تعرضنا لنفس المشكلة لدرجة أنه في المباراة النهائية عشان تعرف العقلية كيف فيه لقطة فيها شكل ركلة الجساء لركلة الجساء لدرجة أنه عندهم مشكلة أنه لو حتى ما جابوها في التحليل وأشهر محللين اللي في قنواتهم والله ما جابها وأنا أعتقد أنه لو يعيدوا المباراة تشوفها لو يعيدوا المباراة وتشوفها ممكن بيشيلوها من طبيعي ترى أنا ما أدافع لك فلوس ومسوي منظومة إعلامية عشان أطلع نفسي أنا غلطة أما خليجي 2007 اللي كان في الإمارات الخليجي 18 أتحدث ولا أحرج الجمهور العماني في النهائي يعني ما أريد أقولكم إيش كاني نحذف عليهم أقل حاجة كانت نحذف عليهم علب الماء وعلب فيها مائي على فكرة كنت حاضر يعني على أساس أنه محد يطلع فيها ويقول نعم حاضر بنفسي معظم المباراة والبطولات اللي صارت في الإمارات العربية المتحدة أنا حاضرها شخصيا وبعدين بخبركم أو لا بذكركم بحاجة ثانية نروح كاس العرب الأخيرة ذكروها سالفة الخط المرمى شفتوا كيف يعني دول حين أنا ما عاجب منكم سالفة الخط تسلوا المايل والأعوج إذا هدف ما هدف وحسبوه هدف واستبسلوا في الدفاع عنه ولهم حق هذا حقهم حق مشروع لهم كالواحد يقدم حجته فما نندفع ونقول والله ناخذ الأشياء بما أقول طيبة سايد ولا أقول بساذجة أقول بحساسية مفرطة ولما أقول ما نتحسس أنا أقصدها يا جماعة ما نتحسس يعني ترى هذا اللي صار في النهائي وأجعل يعني تشوف الصورة حتى الحين ونخلي جمهوري هناك ويجي واحد يتمطع ويقول هذا والله تكريما لهم دخليهم في المضمار هذه ترى هي نظرتهم لك نظرتهم لك لما ما شافوا عندك هذه الردة الفعل ما أقول القوية والعنيفة فيها خروج عن النص لا ما ضاع حق وراءه مطالب مثل ما يقول المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه أتمنى وصلت فما يجيني واحد يتنطع ليقول لهذه تكريبا للجمهور العماني تكرمهم تخليهم في المضمار بينهم وبين يعني مع كامل اللي احترموا التقدير للأطفال اللي حاملين الكرة أو من تقتيل الكور مسافة قريبة بالعقل لو صارت مشكلة من بيحلها الحالات الوفيات اللي صارت حالة وفاء أو حالتين والإصابات اللي صارت من بيعوضني أنا لو واحد من أخواني ولا أولادي ولا أهلي في ذا البلد الكريم تعرض لأي خدش خدش فشوف بسيط تعرض من يعوضني يعوضني تكريم للمنتخب لا 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 الجمهور العماني هذا هو التكريم فالتلمية لا أصولة والتطبيل لا أصولة ما كل واحد مسك كاسر ورحماني قال أنا عارفه طبا تعلموا يا جماعة تعلموا ما رايح اللي هناك ومبرى منتخب وانت رياضي مفترض ومنص قيادي عندك في المنتخبات وتتكلم لي إنه والله هنا أتمنى المنتخب العراقي فوس اسمع لي خلي طيبتك على صوب هذه مش طيبة هذا غباء عفوا للكلمة بس هذا غباء ولا الثاني والله عادي الجمهور المهم حتى لو ما يجي جمهورنا بس لنا المباراة نهاية قاموا لا 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 حبيبي استريح مكانك هذه النماذق اللي نشوفها وشفناها ترى مو يعني نتيجة طبيعية يا جماعة والله نتيجة طبيعية انت شوفوا اللي يمثلوا الإعلام العماني أو التحليل الرياضي العماني في القنوات الخليجية يمكن بس أمات بلبيان سبورت وأحمد حديد كان في بوضب الرياضية أم البرقي إيش تاريخك أنت الكروي يا رجل أنت حتى وزن الكرة ما تعرف آخر مرة من لمست الكرة من أيام الحكم يصفر بإيده هذه نتيجة طبيعية ترى والله العظيم نتيجة طبيعية نتيجة طبيعية لما نوسد الأمر لغير أهله والله نتيجة طبيعية نوسد الأمر لغير أهله بس لأنه أنا عرف فلان وما أدري إيش بس جيبوه وخلصوه أما الناس اللي فاهمه وتحلل وكذا ورزينين وإلهم أنا والله بإمانة عجبني أحمد حديد أنا طول البطولة وأنا أشوفها في يعني ما سوي دعايا بس هذه حقيقة أشوفها في أبو ظبر لأنه كان في شيء حقيقي يعني حتى اللي جيبوههم رعد صدام أحسين بابا الله يذكره بالخير أحمد حديد وخير من الأسماء بالتحليل أنا ما أنا ما أتكلم عن عن الأشياء الثاني البرامج المصاحبة أنا أتكلم عن التحليل للسيديو التحليلي لما أشوف أشوف واحد قال له وزن ثاني شيء يا أخي خلي عندك هيبة ورزة خلي عندك هيبة ورزة لا تكون خفيف لا تجامل على حساب وطنك هذا أول شيء أنا ما أدخل في الوطنية أنا أتكلم عن الوطن الوطن مقدم على كل شيء من مصلحتك أنك لا تخضع لهذه الحرب الإعلامية المفترض اللي يطلعوا في القنوات الرياضية خصوصا في المباريات اللي يلعب فيها المنتخب الوطني خصوص المباريات الحاسمة افهم لا تخرج لاعبك برع المباراة لا تخرج لاعبك خارج المباراة يا ولدي هذا غير أنه يعني غرفة تبديل ملابس المنتخب صايرة سبيل سبيل صايرة كيف تحكم على مدرب زين ولا ما زين أول حاجة إذا أنت إداري أو لأي ممكن جيد دخلت الملعب وقت التمرين دست بس البساط الأخبر هذا العجب ودخلت الملعب إذا ما طرتك سلم عليه هذا المدرب ما لا قوة الإداري اللي يسمح بذذع ما لا وزن فكيف هذا المكان حرمه له لو قدسية واسأل أي رياضي اسأل أي مدرب الواحد ما يريد تنرفز بس ترى الفوضة تتراكم تتراكم ولابد من وقفه ترى احنا يا جماعة ترى لنكلمكم على أساس أنه ترى احنا أنجح منتخب في تاريخ كأس الخليج من بداية تأسيس النظام الجديد مالح فمفترض عندنا خبر خبرة تراكمية خبرة تراكمية ومدام أنك قررت وتكريما للمنتخب العراقي وتكريما للشعب العراقي أنك تروح بالفريق الأول كما يقول العمانيين مدام أنك حاج عاد زور وعلى طار الأمثال العمانية أسنابل جاية فيها مثل في مثل عماني يقول إما تفتح بابك وتتكمل وإما تشده وتتخمل هذا الكلام أتمنى اللي يفهمها يتوصلها لأخ الكابتن الكبير عدنان درجل يا عمي لما تنزل بيانك الركيك هذا صاحب السمو السيد بي يزن بن حيثن بن طارق ما اسمه معالي صاحب السمو سيد بي يزن حيثن بن طارق يعني حتى يعني لما تكتب المسميات وكذا ما علي من اللي يطبلو لك إنه والله نزلوا اعتذار هذا ما اعتذار هذا تبرير الشغلة مشغلة هوسة ركز كذا ونزل بيان محترم ولما اقول ببيان محترم بيان مثل اللي نزلته لما احتجوا الأخوان الكويتيين أما هذاك البيان اللي نزل أمس يعني يسيء للعراق أكثر مما يسيء للعومان يشرح كيف الأمور تمشي في العراق وعلى فكرة كاس الخليج ومثل ما قلت في البداية يعني ربما راح يتسبب في مشكلة وفي إطالة أمد لحظر الملاعب العراقية لأنه أوضح الفوضى و ما رد أقول الهمجية بس أوضح الفوضى وأوضح عدم التخطيط والاستعجال ما أقول هذا الكلام لأنه منتخبنا طلع وما فاز لا 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 إحنا كعمانيين دعمين للبطولة والدليل إنه إحنا يعني يمكن أكثر منتخب جاي بأفضل ما عنده ويهمنا هذا الشيء بس في نفس الوقت ترى بعد الواحد لازم يفكر زين و ويقيس قياسه أنت إذا خمسة وستين ألف مباراة نهائية وبطول البعض يعتبر هودية ما قدر تتحكم فما بالك في مباريات تصفيات كاس عالم تصفيات كاس آسيا دور يبطل آسيا كاس لاتحاد آسوي إذا أنت هذي وما قادرت تمسك نفسك فيها ما بالك بالبقية هذا الكلام أتمنى للمحد يزعل مني لا في عمان ولا في خارج عمان بس هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة اللي مفترض نحن كلنا نتكلم يعني المشهد اللي شفته في الافتتاح واللي في النهائي اختصر لي ماذا يعاني العراق من 1958 وما ريد أدخل في متاهات التاريخ أنا مش يعني مش شاطر في التاريخ واجد أسف هم أنه العراق ما هو العراق من بعد 1958 وأعتقد الرسالة وصلت النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة حبيبي لما رايح تشجع المنتخب القطري ولا لما وقفت مع المنتخب الكويتي ولما شجعت المنتخب الإماراتي والشباب اللي يروحوا يشجعوا الهلال والنصر والاتحاد أنا أنا شخصيا لو لا ظروفي الصحية والله العظيم كنت رايح أحضر نهائي أو كاس السوبر الإيطالي في الرياض فما نربطها بالوطنية والمنى ما تمنع عليه أنت اللي رايحين أغلبهم ترى يشجع أنا في كاس آسية الأخير بأمانة شجعت المنتخب القطري مع أني أنا مولود بوظبي والبطولة قيمت بوظبي بس سجعتهم لأن منتخبهم كان حلو اللعب الجميل الناس اللي تعاطفت مع منتخبات الأرجنتين والمغرب وما إلى ذلك ليش تعاطفت تعاطفت لأنه منتخب يشجع يعني الفريق هذا أو المنتخب هذا يقدم كرة جميلة شي طبيعي فما نجلس أنه والله أنا راح نشجعناكم ما أدري إيش ثلاث جلست منه على الناس إذا سالف سالف ثمنية أخوي استريح لا تبين الناس أن الدولة والله سلطنة عمان دولة المؤسسات والقانون والله ترسل المشجعي هي شجع المنتخب لفلاني نكاية شاذ العبط نحن عمرنا ما دخلنا في هذه المهاترات الصبيانية الغلطان نقول غلطان أما نزايد والله أحنا أكلناكم أحنا استضفناكم أحنا شجعناكم ترى يا عمي انت محضر بك على إيدك عموما اللي صار يوضحنا العقلية العمانية واتمنى البعض ما يزعل من هالكلام العقلية العمانية هادية ورزينة وكذا بس هذه الرزانة والهدوء للأسف 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 قد يستغلها البعض بطريقة غير شرائية وغير صحيحة وخارج عن العادات والتقاليد والعرف والقانون ومثل ما يقال قل لي من تصاحب أقول لك من أنت ما يهمني اللي جاي تشفي بعد خلصت البطولة والله حاسبوهم والله ما دري إيش والله لنا أغلبهم أما موتور وأما مطعون أغلبهم في ناس هاديين وغزينين وكانوا أما بسلوب خاصة اللي يتجه سلوب المن أحنا أكبر من كده من المفترض أننا نجلس مع بعض الحين نشوف إيش اللي نقول المدرب زين ولا ما زين نكمل معاه أو لا هذا العقل يعني الحين يقول الوضع هل يستاهل أنه يعني أنه نحن نستمر أو لا لازم نفكر فيه أيضا من الأشياء المهمة نقيم نفسنا إعلاميا رياضيا كل شي إذا ما قيمنا نفسنا الحين وهذا اللي يحصل دائما نحن نخلص والسلام عليكم وبات مظلوم ولا تبات ظالم يعني هي ذا الفكرة العامة هذا الفكرة اللي أنا يعني قهرتني يا أخي حتى لو تم الغلط عليك ما مطلوب أنك أنك ترد وأقول لك بعنف وتصدر بيانات وسحب وفود وسحب سفراء لا 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 بس العاقل والحصيف يتعلم من أخطاؤه ويبني عليها أما اللي بالي بالكم فعادي ما فارق معه وهو خسران حاجة ما خسران شي أما عن استقالة الاتحاد ورئيس الاتحاد أنا شخصيا ما أعمل لهذا الشيء ترى ما كل واحد يعني خرج أو يعني فشل في مهمة مضعينة لازم يطلع قبل لا يطلع قبل لا تطلع وقبل لا تفكر ما تطلع أفكر في الأسباب عالجها إذا كان كان معالجة وازم بين الأمور بين الإيجابيات والسلبيات لا تندفع وأيضا لا تكون عاطفي وابتعد عن لغة الشتم والتحويل وفي النهاية أقول كلمة قلتها لي أحد الأصدقاء يوم من الأيام هذه الكلمة أقولها لي كل واحد يعني تم هضم حقه ولما جاي يشرح الموضوع بكل سهولة وكل يعني حرافية تمت مهاجمته البعض يعني حتى وصلت إلى مرحلة الشتم إلى ما ذلك دعهم دعهم فأن أقواهم شكيمة أقدرهم في الشتينة والألسن لما في القلوب تفوح وكل إناء بما فيه ينضح طابة أوقاتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر